النمرة شروق دي انتم شو متخيلين والله حاجة مزهلة 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 سنة كنت قاعد عامل زي الدبدوب والله احسن باحد يتريق على نفسه بالمناسبة يعني مهم الاول بقى شروق معي على التليفون ازاك يا شروق؟ كويسة اهلاً 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 كويسة ده ايه الحالة؟ فاكراني يا شروق ولا لا؟ فاكراني فاكراني؟ طب انا اسمي ايه؟ يوسة في الحساني يا ولد طيب قوليلي بقى يا شروق فاكرة لما كنا بنتكلم انك عايزة تطلع يا رسامة؟ ايوه انت لسه عايزة تطلع يا رسامة يا شروق؟ ايوه طب وبعدين لازم نجيب بقى الوان زي ما اتفقنا ما انت جبت ما انا جبت؟ قرفت منين لان انا جبت بصي بقى دلوقتي مش انا اللي جبت ولا حاجة في حد قرر يبعطلك هدية قال لي انا شفت الحلقة بتاعت شروق عشان كده اكلمناك يبقى النهاردة قال لي انا شفت الحلقة اللي شروق طلعت فيها وانا عجبني اوي انها غاوية رسم وعاوزة تطلع رسامة قلت له كويس وبعدين قال لي فانا بقى اخدت قرار انا هجب لها كراريس رسم وهجب لها الوان مية والوان فلوماستر والوان خشب والوان شمع واي حاجة هي عايزاها للمدرسة كتب المدرسة كراريس المدرسة اللي انت عايزاه فاكرا لما قلتلك عايزة حاجة المدرسة قلتلي ايوا عايزة حاجة المدرسة ايه رأيك؟ جميل جميل؟ طب قوليلي يا شروق ده معناه ان احنا لازم نبقى شطار جدا ماشي وانذاكر كويس جدا ماشي ومش هقولك بطليش هقاوة بس اسمعي كلام ماما حاب هتسمعي الكلام؟ طب قوليلي بقى اول ما الالوان والكراريس والورق يوصلوا اول رسمة ممكن ترسميها كده تيجي على بالك ايه؟ يوزر الحسين مرة واحدة انا؟ ليه يا بنتي كده؟ ارسمي حاجة حلوة نرسم شروق ايه رأيك؟ حاجة ايه حضرلك الخير انا عايز بقى ايه؟ انا هطلب رسمة ماشي؟ عايزك ترسميلي النيل اللي في اسوان والشجر الحلو اللي في اسوان وترسميلي بيت حلو يكون انت نفسك فيه يعني ترسمي بيت حلو كده وتلوني البيت وترسمي حوالي الشجر وترسمي النيل اللي انت نفسك فيه عايزك ترسميه البيت اللي نفسك فيه والشجر الجميل وترسمي شروق وهي واقفة قدام البيت بتلعب حاجة وبتتشاق ماشي؟ ماشي متفقين؟ ماشي حاضر اتفقنا؟ ماشي ماشي يا شروق اعملك بقى انت شايفاني ولا لأ؟ ايوه شايف التلفزيون؟ ايوه انا بعملك باي باي شايفة؟ ايوه بجد والله؟ طب انه طب دول كام؟ اه؟ دول كام دول؟ الشمكة بتقطع نسوا حاضر الشمكة بتقطع؟ بقولك انت شايف التلفزيون؟ اه؟ شايفة التلفزيون؟ فتحة التلفزيون؟ ايوه طب دول كام يا شروق؟ اثنان يا ولد صح يا شروق مش بتضحك عليها انا قلت بتجمليني بتقولي شايفك وكده طلع ده بجد ده مش هزار برافو برافو يا شروق شروق طب انا هبعطلك بقى بوسة كبيرة عايزك تبقي احسن رسامة في الدنيا؟ حاضر حضرلك الخير قوليلي ماما وفاق جنبك؟ ايوه ممكن اكلمها؟ ألو؟ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاك يا استاذة وفاق؟ استاذ يوصف ازاي حدودك؟ عامل ايه يا استاذة وفاق؟ الحمد لله بخير شروق عامل ايه في الشقاوة طمينيني؟ الحمد لله متتشقق وبتتنطط؟ اكيد طبعا يا رب يديها الصحة هي وكل اللي زيها يا رب قوليلي ايه الأخبار عندكو؟ طمينيني المحافظة اتصلت بيكو أخبار الحاجات ايه؟ آآ جموة الحمد لله جمسة مقصروش معانا طب الحمد لله الحمد لله الحمد لله واتفقتوا معهم على ايه؟ مقصرت بيكوينة خلاص هتدخل وهتبني بإذن الله مية مية بإذن الله بإذن الله طيب خلاص يبقى بإذن الله هانت واحنا المرة الجاية بقى هنيجي علشان يكون بقى تكونوا استلامتوا البيت بإذن الله سبحانه وتعالى ويكونت بنا زي الفل وزي ما اتفقنا وإحنا قاعدين شروق هترسم لنا على البيت من بره؟ إن شاء الله بإذن الله تشرفونا وتنورونا والله بإذن الله بإذن الله والحاجات بتاع الشروق هتوصل لحد باب البيت إن شاء الله بإذن الله بإذن الله مش عايزة اي حاجة؟ الله يخليك يا أستاذ يوصف عزيز السلامة حضرتك يا ربنا يسلمك يا رب ويحفظك ويخليكي انت وكل أهلينا في أسوان والله الله يخليك الله يبارك فيك سلمي لنا على حبيبنا بقى اللي عندك في نجعة أبو عيسى كلهم لأ ما عليك يا أستاذ يوصف أنا في نجعة الحمد الله أنت في نجعة الحمد أنا اللي بطلخبط سلميلي على كل النجعة عنك إن شاء الله بإذن الله تسلمي يا ستي ربنا يخليك يا رب ربنا يخليك يا أستاذ وفاق الواحد من كتر شفته أنا طلعت لفة لفة بنت لازينة وأنا رحنا كم حتة يا عبد الله احنا رحنا كتير ولا إيه؟ أنا بيتعا يعني إلا حافظه أنا عايز أشكر أستاذ وفاق وأبعت عشر بصات للشروق بنتنا الجميلة الأمورة السكر دي ترجمة نانسي قنقر